أمن مصر القومي خط أحمر قولا وفعلا الأمن القومي لا يخضع للتفسيرات ولا للتأويلات ولا فيه مساحة للمزايدات أمن قومي يعني ما فيش هزار ولا أنصاف حلول ولا منطقة رمادي ولا ينفع في تتمسك العصاية من النص رسايل اجتماع مجلس الأمن القومي النهاردة وضح وضوح الشمس الاجتماع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خرج بمجموعة قرارات أولا ليه اجتماع مجلس أمن قومي لأنه اللي بيحصل في فلسطين النهاردة غير مسبوق مهما حصل ومهما مرت السنين وتعايشنا ودارت عجلة الحياة وكل واحد ركز في لقمة عيشه وفي قضايا شعبه وبلده وكل يوم ده ما يغيرش شيء في الثوابت إيه هي الثوابت دي؟ أول حاجة أنه العدو هو إسرائيل صحيح فيه اتفاق سلام وده أمر إيجابي وآه في تنصيق أمني وده أمر برضو طبيعي وضروري لأنه محدش ينفع يعيش طول الزمن في حالة حرب لا تنمية ولا تعليم ولا اقتصاد ولا تقدم بس النهاردة اللي اختلف إن العدو بيلعب لعبة جديدة طول عمرهم بصين لنا في أرضنا طمعانين في سينة وده كلام يعني من الآخر بس المراضي مش المقصود هو احتلال صريح ولا جيوش ولا دبابات لأنه ما هماش أغبية يعملوا نفس الغلطة مرتين لحد النهاردة لسه كل ما تيجي ذكرى أكتوبر تحس إن إسرائيل كلها متكهربة كلها نار وأول ما ييجي يوم 6 أكتوبر يعودوا يلطموا على الخيبة وعلى الهزيمة المراضي المخطط مختلف المخطط لئيم وخبيس بس في نفس الوقت مفضوح المراضي قال إيه بقى من باب إن إحنا مضطرين نعمل عملية عسكرية في غزة فلازم سكان غزة يخرجوا ولما يخرجوا طبيعي هيجوا ناحية المعبر ولما يجوا ناحية المعبر يدخلوا سينة بيلعبوا على إنسانية الأخ الأخو نحنا كمصرين قلوبنا في فلسطين ومأهورين وموجوعين وبنبكي كل يوم ألف مرة من اللي بنشوفه بيحصل أطفال غزة ونساء غزة وشباب غزة الأبطال الصامدين البواسل إسرائيل من سنة 48 وهي عندها نفس الهدف احتلال الأرض تهجير أصحاب الأرض دلوقتي بقى عايزين يخلصوا كمان الجديد إنه يخلصوا من وجع الدماغي اللي عمله لهم المقاومة عشم إبليس في الجنة سينة دي أرض طهرة طول عمرنا على مدار التاريخ عارفين قمتها عارفين قمتها لما اتحرمنا منها واتخدت مننا غصب عارفين قمتها كويس قوي لما رجعناها بالدم وبالتطحية وبالشقة عارفين قمتها لما كانوا الإرهابيين رايحين جايين كده عليها وبيسقط من عندنا شهداء كل يوم أرض صينة دلوقتي وخصوصا دلوقتي أغلى من كنوز الدنيا لما بدأت تعمر وبدأ يكون فيها حياة وتنمية وروح دي الأرض اللي مفيش ولا مصر يفرط فيها تحت أي مسمى وتحت أي ضغط عشان كده النهاردة مصر فيه تأهب وتركيز وفي استعداد يعني بشكل شديد جدا استعداد أنها توقف أي مخطط ما بالك بقى برئيس وطني شريف عارف قيمة كل شبر في بلده حصل إيه في الاجتماع الاجتماع خرجت منه مجموعة قرارات هي كالتالي أولا مواصلة الاتصالات مع الشركاء الإقليميين والدوليين هنبدأ نتواصل مع الكل تكثيف الاتصالات مع منظمات الإغاثة لإيصال المساعدات نمرة ثلاثة الموقف الثابت اللي لا يتغير لمصر وهو حل الدولتين ورفض التهجير ورفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية والنقطة شديدة الأهمية الدعوة لقمة دولية تناقش مستقبل القضية وده تقريبا كده أول طرح جاد ومنطقي على الساحة الدولية من سنين يخص القضية الفلسطينية مصر بتحرك المياه الراكدة من سنين والعالم كله مجغول عن فلسطين مؤخرا بالحرب الروسية الأوكرانية قبلها بفيروس كورونا قبلهم عشر سنوات من الحراك وعشر سنوات من التظاهرات والتغيرات في دول مختلفة محدش من القوى الدولية عنده جديد يقدمه أو يطرحه أو حتى إطار عمل ممكن يتنفذ باستثناء طبعا الفترة اللي كان فيها كلام اتقال من ترامب ووقت الكلام الكتير عن صفقة القرن باستثناء الجزء ده فيه إفلاس سياسي كامل في موضوع القضية الفلسطينية النهاردة بقى مصر بتقول قمة دولية يعني بتقول إيه؟ يعني بتقول إنه المشهد ده ما ينفعش يستمر بالشكل ده وإنه الفراغ السياسي اللي حاصل في الأراضي الفلسطينية والفراغ السياسي اللي حاصل في قضية إحنا في مصر نعتبرها أم القضايا وقضية الشرق الأوسط المركزية وقضية العرب الأولى والأخيرة الفراغ اللي حاصل في القضية دي خطير جدا وفكرة إن الوضع يفضل على ما هو عليه بالسنين والعقود مش هتجيب همها ونتيجها انفجار للفلسطينيين زي اللي احنا شايفينه هينفجروا يا انتفاضة يا حرب شملة يا كارثة مصر بتحذر من كل ده بقالها سنين والله ما في فرصة ولا تجمع ولا حتى يوم عادي مصر ما قالتش فيه الكلام ده إنه لازم يكون فيه خطة للسلام أفق يا سيدي حتى للسلام بلاش خطة أفق لعملية للسلام ده كلام بيطرح وبيتقال بشكل قوي جدا من سنوات طويلة على ألسنة المسؤولين المصريين طيب ده مجمل ما قيل اليوم في اجتماع مجلس الأمن القومي اللي طبعا كان بترقصه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأوا حضراتكم تشوفوا الفيديو القادم ده في تفاصيل أكتر عن الاجتماع وما خرج به من قراراته وهنرجع نفتح الكثير والعديد من الملفات تخص المشهد الفلسطيني ترأس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية مواصلة الاتصالات مع شركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهون في حمايته توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر